اشتركوا في القناة ميلان ضد المتصدر نابولي صحفة ميلان لم تنسى صباح اليوم الدولي الجزائري اسماعيل بناصر وقالت انه كان كالعادة لاعب مميز جدا في قطة مدربه بيولي وان لم يظهر كثيرا في الشق الهجومي الا انه لم يكن لا يمكن عفوا ابدا اخفاء مساهمته التي كانت كبيرة وكبيرة جدا بناصر حصل عطفا على ذلك من موقع ميلان نيوز على ثناء كبير وهو امر تعود على الحصول عليه الموقع السابق وفي شرحه لطريقة لعب بيولي اشار الى انه لعب لاول مرة بخطة 4-2-3-1 مع تواجد بناصر مع ثلاث الوسط الهجومي وبالضبط كصانع لعب حقيقي بيولي غامر ببناصر في هذا المركز الذي لم يتعود الظهور فيه لكن الجزائري كان عند حسن ظن مدربه به وصل الدولي المستقبلي ميتشال فايزر تقديم المستويات الطيبة وقدم مستوى كبير في لقاء فريقه ضد هوفنهايم الذي اقيم امس الاحد فايزر كان احسن لاعبي اللقاء من جانب فريقه وهذا بعد ان منحه موقع سوفا سكور التقييم 7.7 مو هو تقييم جد عالي للاعب مدافع ايمن الدولي المستقبل قدم كورا حاسمة في هدف فريقه الوحيد كورا حاسمة جديدة رفعت رصيده للكورا الحاسمة رقم 8 وهو رقم كبير وكبير جدا لكي تظهر قيمته اشير الى ان فايزر يعتبر حاليا في المركز الثالث من حيث تقديم الكورات الحاسمة في البوندسليغا ولا يتفوق عليه سوى لعبين وهما غيريرو لعب بوريس دولتموند وكولومواني مهاجم انتراكس فرانكفورد قدوم فايزر سيكون اضافة على ما يبدو ادل اليوم الاثنين لاعب الخضر ونادي توانتي رامس العرب الزروقي بتصريحات لصحيفة توبانتية تصريحات كان فيها الكثير من الهجوم غير المفهوم على بقية زملائه وهذا بسبب التعادل اول امس ضد اكسلسيور في الدوري زروقي وفي رده عن شعوره بعد هذا التعادل قال المستوى الذي قدمناه يجعلني مريضا حقا لقد سئمت حقا من هذا انه امر مزعج كرة القدم سهلة جدا ما عليك سوى تزديد الكرة باتجاه المرمع واذا كان كلام زروقي في بدايته غير واضح بانه هجوم على زملائه المهاجمين خاصة فان الصحيفة توبانتية قالت انه اوضحه في الجزء الثاني حين قال لقد كنا قادرين على تسجيل هدفين على الاقل في الشوط الاول لكننا لم نفعل بعد ذلك الثقة عادت للفريق الخصم وبدأوا يجدون معالمهم في هذا الوقت سرنا نلعب ضد انفسنا وضد الخصم ايضا حدة كلام زروقي زادت حين سؤاله عن رصيده الصفر من الاهداف زروقي قال بنبرة غاضبة انه ليس مهاجم لكي يطلم منه التسجيل هناك مهاجمين اخرين في النادي وقال ليست مهمتي تسجيل الاهداف انا لدي ادوار اخرى هناك مهاجمون في الفريق هم من يجب عليهم ان يسجلوا الاهداف انا لدي امور اخرى اقوم بها تصريحات غير مفهومة بالمرة من زروقي صحيح انه من احسن لاعب فريقه لكن لا يجب ان يتعالى على بقية زملائه ويحملهم مسؤولية ضيع النقاط وانتم مع رأيكم قالت صحيفة الديلي اكسبرس البريطانية الشهيرة اليوم الاثنين ان ادارة مونشستر يونايتد قد بدأت بشكل رسمي مفاوضاتها مع وكلاء الدولي الجزائر الجديد ولعب ليون حسام عوار من اجل ترسيم انتقال محتمل في الصيف الصحيفة البريطانية قالت ان عوار كان من ضمن عديد الخيارات لكن في الاخير المدرب تينهاك اقتنع انه السفقة الانسب الديلي اكسبرس وفي عنوانها الكبير في مقالتها وحول عوار اكدت ان ميسي نجم البيس جي قد يساعده على الانتقال لنادي كبير وللمانيو بالتحديد حيث اشارت تصريحات سابقة للنجم الارجنتيني حيث سئل عن اهم 15 لاعب صاعد في العالم واختار ميسي عوار واشهد به حين قال انه لاعب رائع وهادئ الكرة بين رجليه جميلة انه حقا لاعب مميز ليس فقط ميسي الديلي اكسبرس اتت ايضا بتصريحات لنجم السيتي كيفين دي بروين النجم البلجيكي قال انا لا اتابع الدور الفرنسي مثل الدوريات الاخرى لكن اذا كان علي اخترار لاعب واحد اثار اعجابي من لي فسيكون حسام عوار لقد كان رائعا الديلي اكسبرس قالت ان هذه الاشهدات لم تأتي من فراغ ولو انها اشهدات قديمة وعوار حقا لاعب كبير الحديث عن دخول مونشيسر يونايتد في مفاوضات رسمية مع عوار يأتي فقط بعد يومين من الاخبار التي تكلمت عن اتفاقه مع ميلان وحتى الحديث عن اتفاق عوار مع ميلان اتى بعد اسابيع من الحديث عن اتفاقه رسميا مع انتراكت فرانكفورت الصحيح ان عوار ما زال مرتبط بعقد لغاية جوان والى ذلك التاريخ لا يحق له قانوني التوقيع مع اي نادي ادلى باولو فونسيكا مدرب نادي ليل بتصريحات اعلامية تكلم فيها عن اصابة لعبه الجزائري ادم الناس فونسيكا سئل عن طبيعة اصابة الناس وهنا كشف انه يعاني من اصابة على مستوى الفخذ وعن كونها انتكاسة ام لا فقد نفى المدرب البرتغالي ذلك وقال انها اصابة جديدة اتت في الفخذ الاخر وليس في الفخذ الذي عانى منه سابقا وابعده لمدة شهرين وبعد ان تكلم عن طبيعة الاصابة انطلق فونسيكا بحديثه لمدة الغياب التقني البرتغالي قال انه ليس هو من يحدد مدة غياب الناس بل اطباء الفريق والذين لم يتحدث معهم بعد فونسيكا قال برغم ذلك ان الاصابة لا تبدو سهلة والناس سيغيب بشكل اكيد اللقاء الجولة المقبلة على ان تكون عودته بعدها بحسب تطور حالته الجزائر يكون قد خضع سعارة اليوم الاثنين او ربما يوم غد ثلاثة لفحص معمق في عيادة النادي وستظهر في اليومين المقبلين او ربما غدا بشكل دقيق تفاصيل كثيرة عن اصابته الجديدة اشهدت صحيفة فوتبال كرانت ومعها كثير من المصادر البلجيكية الاخرى باللاعب بينتو رامان مهاجب نادي اندرلاخت والذي كان بطل لقاء فريقه الاخير حين سجل هدف الفوز الوحيد ضد اوبن فوتبال كرانت ومعها موقع والفوت وكثير من المصادر الاخرى ذهبت بعيدا في اشادتها بهذا اللاعب للدرجة التي قالت انه قادر على انتزاع مكانة سليماني الاساسية الى ذلك ادل مدرب اندرلاخت براين ريمان بتصريحات تكلمة فيه عن سليماني ريمان رفض الوقوع في فخ مقارنة بين مهاجميه وقال ان رامان وسليماني لعبين مختلفين تماما حيث اثنى على الجزائري وقال انه لاعب يعتمد على نفسه وقوته البدنية ومن المستبع جدا ان يتمع ابعاد سليماني مستقبلا لان مدربه قال في تتم تصريحاته انه قيمة ثابتة في الفريق سليماني ومنذ قدومه لاندرلاخت بات لاعبا اساسيا لكن بمجرد غيابه عن لقاء واحد للاصابة وتألق بديله بات البعض ينادي ربما بابعاده عن تشكيلة البداية للاشارة سليماني تعافى وبنسبة كبيرة جدا سيكون حاضرا في تشكيل فريقه للقاء المقبل في الدوري كشفت شبكة سكاي سبور وهي من اقوى المصادر الالمانية اليوم الاثنين ان ادارة بوريسيا دورتموند قد نجحت في ترسيم اتفاقها مع وكلاء لاعب الخضر ونادي بوريسيا منتشينغلات باخ عرامي بن سبعيني الامر ليس بجديد حيث سبق وكشفته هنا في القناة على مرتين في اخر اربعة اشهر عن اتفاق النهائي بين بن سبعيني ونادي بوريسيا دورتموند شبكة سكاي ومعها كثير من المصادر الالمانية وغير الالمانية وان اعلنت اتفاق بن سبعيني وناديه الجديد الا انها لم تؤلن عن اي تفاصيل مالية لكنها في مقابل ذلك قالت ان الجزائري سيوقع عقدا ووصف بطويل الامد بخصوص الجوانب المالية دائما لم تشير سكاي سبور ولا المصادر الاخرى للراتب الذي سيحصل عليه رامي لكنه بكل تأكيد سيكون كبير وهو الذي قرر الرحيل عن هذه الحال فقط لانهم لم يوفروا له الراتب الذي يريده ضيف الى ذلك امكانية حصوله على مكافأة توقيع لانه لاعب حر بن سبعيني ارتبط بعمالقة ايطاليا انتر روما وجوفنتيس ضيف الى ذلك بعض النوادي الانجليزية في سورت وست هام وحتى السيتي لكنه قرر الاستقرار في الدور الذي يعرفه وتألق فيه اختيار بوريسيا سيكون الخيار الامثل سكاي اكدت ان بن سبعيني سيحل محل البرتغالي جيريرو الذي رفض التجديد هو ايضا وسيرحل مع بداية جوان بن سبعيني بكل تأكيد سيكون اساسيا الى هنا يكون عددنا لنهار اليوم قد ينتهى نلتقي غدا ان شاء الله السلام عليكم اشتركوا في القناة